تحية طيبة لكم مشاهدين الكرام نقدم لكم نشرة لأهم الأخبار الرياضية والبداية مع أبرز العناوي رئيس الوزراء يبارك الإنجاز العالمي للربع قاسد حسن بعد تتوجيه بالميدالية الذهبية لتطوير المنظومة الكروية بجميع مفاصلها درجال يعقد اجتماعين مهمين مع مسؤولين في الليقة غدا نقاعة الشعب للألعاب الرياضية تحتضن مباراة كأس المتابرة لكرة اتسالة بين النصر وزاقه وإلى تفاصيل أهلا بكم توجي يوم أمس الربع العراقي قاسم حسن بالميدالية الذهبية في رفعه الخطف خلال منافسات وزن 96 كيلو جراماً في بطولة العالم برفع الأثقال المقامة حالياً في السعودية ونجح قاسم حسن في حظه أولي ميدالية الذهبية للعراق في تاريخ مشاركتي العالمية بعدما رفعه 175 كيلو جراماً متقدماً على جميع منافسه كما نال نفس الربع الميدالية البرونزية في فعالية النتر بعدما رفعه 204 كيلو جراماً مكنته من نيل الوسان النحاسي وبدوره باركة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الإنجاز العالمي لربع قاسم حسن الفائز بذهبية وبرونزية وزن 96 كيلو جراماً ضمن بطولة العالم لرفع الأثقال الجاري أحدثها في المملكة العربية السعودية وقال خالد قبيان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة إنه أجر اتصالاً هاتفياً بالبطال الربع قاسم حسن ونقل له تهاني وتبركات رئيس الوزراء ووعده بتكريمه ومدربه والاتحاد العراقي للعبة بما يتناسب مع قيمة هذا الإنجاز العالمي الذي تحقق للعراق في هذا المحفل العالمي الكبير من جانبه باركة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي للربع العراقي قاسم حسن إنجازه العالمي بحصوله على ميداليتين ذهبية وبرونزية مثمناً الجهود الكبيرة لصنع هذا الإنجاز الذي ساعد على رفع علام العراق عالياً في منصات التتويج داعينا الرياضيين كافة لبدل الجهود لجعل الرياضة العراقية عالمية باركة وزير الشبابي ورياضة أحمد المبرقى حصول العراق على أول ميدالية ذهبية عالمية برفع الإثقال بعد إنجاز البطل الراحل عبدالواحد عزيز في أولمبياترو مع عام 1960 وتحققت الميدالية ذهبية بعد فوز الربع البطل قاسم حسن بمسابقة فعالية الخطف بوزن 96 كيلوغرام في البطولة التجارية حالياً في العاصمة السعودية رياض وأشارها الانبرقى أن هذا الإنجاز العالمي أسعد جماهيرنا العراقية وعكس أطيب الأثر عن تطوير الرياضة في العراق ووصولها إلى العالمية من جانبه بارك رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي فوز الربع قاسم حسن بالوسامين الذهبي والنحاسي في بطولة العالم لرفع الأثقال وثمن حمودي الإنجاز الكبير للربع العراقي قاسم حسن داعياً بقية اللاعبين لبدل ما بوسعهم لاحتلاء منصات التتويج اجتمع رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال في إسبانيا مع المسؤول عن تهيئة أرضية الملاعب في الليغة وتناول الاجتماع التباحث بصورة مستفيدة لتطوير أرضية الملاعب العراقية وظهرها بشكل مميز يسهم في إنجاح منافسة دور المحترفين وقال درجال أن الاجتماع تناول مناقشة الآلية التي سيتم اتباعها لتطوير أرضية الملاعب التي تقام عليها مباريات دور المحترفين في الموسم المقبل بعد الزيارة التي قام فيها مسؤول تهيئة أرضية الملاعب للعراق وطلعه عن كثب عليها وأضاف نعمل مع رابطة دور المحترفين الإسباني بتواصل مستمر على أن تكون انطلاق دور المحترفين واثقة ومن الأمور التي تساعد على ذلك أرضية الملاعب أقد رئيس الاتحاد الكرة عدنان درجال اجتماعا في إسبانيا مع المسؤول الطبي الرياضي في الليغة لترتيب المؤتمر الطبي الموسع في بغداد في شهر تشرين الأول وقال درجال أن الاجتماع تناول مناقشة جميع القضايا المتعلقة في إقامة المؤتمر الموسع للطب الرياضي في العراق بمشاركة واسعة ومن أفضل الأطباء العالمين في أشهر الأندية الأوروبية وأضاف تطرق الاجتماع إلى أهمية نقل التجارب الحديثة في الطب الرياضي لدى الأندية الأوروبية إلى المهتمين بهذا الاختصاص في العراق والاستماع إلى جميع الأفكار والطروحات والتعرف على كيفية العمل في المباريات والتدريبات وعلى علاج الإصابات بعد فرحة تأهل المنتخب الأولمبي لنهائيات آسيا ٢٠٤٤ المؤهلة لأولمبيات باريس يملك جهاز الفني الوقت من أجل تصحيح الأخطاء وتدعيم نقاط القوة تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير نتابع فرحة يعيشها أبطالنا بتأهلهم إلى نهائيات آسيا تحت ٢٣ عاما بعد صدارتهم المستحقة لمجموعتهم في التصفيات التي ضمت نظرائهم من الكويت وماكاو وتيمور الشرقية لكن الطريقة إلى أولمبياد باريس وإن بدأ من الكويت لكن محطة الدوحة هي الأهم فالبطولة المؤهلة للأولمبيات ستنطلق في منتصف نيسان من العام المقبل لذا يملك الجهاز الفني للأولمبي العراقي الوقت الكافي لتصحيح الأخطاء وتدعيم نقاط القوة لخطف بطاقة التأهل أولا والمنافسة على اللقب القاري ثانيا وهذا الأمر لا يعتمد على الملاك التدريبي واللاعبين فقط بل أيضا يعتمد على القائمين والمسؤولين عن كرتنا بتوفير كل متطلبات المدير الفني راضي شنيشل من معسكرات تدريبية وتسهيلات ضمام اللاعبين للفريق المسؤولية أيضا تنطبق على الإعلام والجماهير فالمنتخب الأولمبي يستحق كل الدعم من الطرفين لتحقيق أهدافه المنشودة كما أن هذا الفريق يعد نواتا أو عماد مستقبل المنتخب الوطني العراقية الرياضية أرشد العطار التحق لاعب المنتخب العراقي حسين علي بتدريبات فريقي جديد الشرطة بعد عودته إلى العاصمة بغداد عقب نهاية مشاركتي مع أسود الرافدين ببطولات كأس ملك تايلاند الرباعية التي توجبها على حساب أصحاب الأرض وشهدت التدريبات في الشرطة تواجد عدد كبير من اللاعبين وأبرزهم علي حصني ومنافيونس وكرار عامر علاوة على المحترفين السوريين أعلن فريق الميناء لكرة القدم تأهيل خمسة لعبين من فئة الشباب إلى الفريق الأول الذي يستعد للمشاركة بدور المحترفين المزمع انطلاقه بالنصف الثاني من تشرين الأول المقبل وذكر الميناء في بيانا رسمي أن النادي يعمل من أجل منح ثقة للشباب إدارة النادي أيضا بالتنسيق مع مدرب الفريق أحطان جثير أهلت مجموعة من لعبي الشباب لتمثيل سفانة الجنوب بدور المحترفين وأضاف أن اللاعبين الخمسة الذين تم تأهيلهم هم كل من علي عبد الأمير وأمير شاكر وحسن حامل ومحمد ثائر وحميد علي هذا هو ويأمل فريق مصافي الوساط العودة إلى دور الأضواء من جديد حيث باشر الفريق تحضيراته استعدادا لانطلاق دور درجته الأولى ختام الموسم الماضي بالمركز الرابع ولد عند فريق مصافي الوساط رغبة أكبر في المنافسة على الصعود إلى دوري الأضواء هذا الموسم الفريق باشر تحضيراته تحت قيادة مدربه الجديد مهدي كاظم نشكر دعم سيد المدير العام الساد عايد المحترم ومعاون مدير العام الساد أحمد جمعة والأخوان بالهيئة الإدارية يعني كلهم داعمين للفريق وداعمين نحن كادر تدريبي الحمد لله الأمور جيدة الأمور يعني وضع الفريق اعداده مستلزمات الفريق يعني الحمد لله كلها متوفرة بقط نحن كلاعبين عدي عدي محترفين راح يوصلون يمكن بعد 18-20 يوم أربع لاعبين محترفين على مستوى عالي فإن شاء الله نظهر بالمستوى لليق بناد المصاف إن شاء الله نحن جاهزين كقدر تدريبي وهي إدارية على أن نكون أحد الأندية منافسة الموسم الجاي إن شاء الله يعني الموسم القادم إن شاء الله الإدارة موفرة لنا كل الأمور وموجود الكادر التدريبي ببيادة الكابت المهدي اللاعبون أكدوا أن الدعم اللامحدود الذي تقدمه الإدارة سيشكل لهم دافعا كبيرا نحو الظهور بمستوى مميز في دورية درجة الأولى سيكون هدفهم الأول هو خطفوا بطاقة التأهل يعني هو كل نادي إلى طموح بس هو كل شيء غير أسباب تخليه يوصل هذا الشيء إن شاء الله الأسباب الموجودة بتكاتف الإدارة والمدربين والموفرين كل شيء إن شاء الله أسماء اللاعبين الجاي بيها والأضافة التي تقلبوها بالوقت القادم إن شاء الله تلب الطموح تخلينا نوصل تعرف موسم إن شاء الله جديد كادر جديد محترم أسماء كبيرة تعرف كافتين مهدي كافتين سعد أسماء كبيرة بالوسط الرياضي الكل دعم لهذا النادي إن شاء الله موسم موسم الصعود يعني نحن جايين نوفر كل شيء للنادي نقدم هذا النادي الرغبة بالصعود للدورية الممتاز وحدها لا تكفي بل تحتاج إلى عمل كبير من قبل الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أهداف الإدارة دعم كبير وطموحات أكبر لدى فريق مصاف في الوسط من أجل العودة إلى دوري الأضواء بعد فترة ليست بالقصيرة قضاها الفريق في دوري الدرجة الأولى من ملعب المصافي مصطفى عصام العراقية الرياضية اختتمت في قاعة كولية التربية البدنية وعلوم الرياضة دورة برو للتدريبية بجزئها الأول بمشاركة 27 مدربا بعد أن استمرت أسبوعين نتابع أعطيت المعلومات الغنية والثمينة للمدربين الذين احتفظوا بها في ذاكرتهم ليطبقوها في مجال عملهم التدريبي بعد أن أرفدهم بها المحاضر البلجيكي سيفين مارسيل في دورة برو التدريبية التي أقامها اتحاد كرة القدم بغي الزيادة خبرات مدربين أكثر في الساحة الكروية مدربين عراقين على مستوى عالي الفكرة الجديدة أنه يصير حاليا ربط بين الأفكار الأوروبية التي ينطيها مع الأفكار الموجودة لدى المدربين لذلك يصير تنظيم على مستوى عالي المعلومات التي يتلاقوها المدربين معلومات كثيرة يأمل بالمستقبل أنه يتم تطبيق هذه المعلومات والربط بين مستوى المدربين في أوروبا ومستوى المدربين في العراق دينية المدربين المحلين اللي عندنا دينية المدربين العراقي هي جدا حقيقة عراقية بشهادة للمحاضر السيد سيفين مارسين ولكن نحتاج دائما كل المدربين في العالم تحتاج إلى تطوير تحتاج إلى سقل وهذه من الخطوات التي نبدأ بها إلى تطوير وسقل المدربين للتطور والتوجه إلى محوة العالمية دورة استمرت أياما عدة قسمت إلى جزئين نظري وعملي تلقى فيها المدربون كل المفاهيم والأساليب والفلسفة الصحيحة ببحر التدريب الذي أصبح يوما بعد آخر يمتاز بالتطور والذكاء وهذا الشيء يقع على عاتقهم في وجوب اللحاق به ليكونوا مواكبين دائما لهذه الحداثة دورة هذه تختلف بها علوم كثيرة علوم حديثة ما تختص بعلم واحد كل العلوم الرياضية وخصوصا بالأخص كرة القدم منها التحليل والاستكشاف منها الجوانب التكتيكية المهارية الخططية التغذية كرة القدم هي مجموعة علوم في مكان واحد وليس علم محدد هذه الدورة التدريبية يجب اتباع الطرق العلمية السليمة والصحيحة لتطوير أفكار المدربين لتطوير الكرة القدم عموما بالعراق واليوم دورة الأولى التي بتاريخ العراق تكون بروح في داخل بغداد هذا شيء مشرف هذه الدورات وغيرها لابد أن تكون وفق مقاييس ونظم متقنة تعطي المتلقي وافرا من المعلومات والتي تفتح للمدربين أبواب النجاح سيما وأنهم يمتازون بالاجتهاد والمثابرة وهذان الأمران أعطاهما نقلة لعبور أسوار التدريب المحلي اتحاد اللعبة يعمل وبشكل عميق تغذية المدرب العراقي بأفضل وأحسن المعلومات من خلال إشراكه في الدورات التدريبية ليكون ذا فكر واسع يخدم اسم الكرة العراقية زيد غالب العراقية الرياضية بغداد أعلنت اللجنة النسوية بالاتحاد العراقي لكرة القدم عن حداد الأنديال التي وفقت على المشاركة بدور السيدات للموسم المقبل وذكرت اللجنة في بيان لها أن سبعة أنديا وفقت رسميا على المشاركة بالنسخة المقبلة وهي القوة الجوية ونفط الشمال وبلادي وفتاة بغداد وشهربان وفتاة نينوى وقررت اللجنة إقامة الاجتماع الفني يوم الأحد المقبل لتحديد آلية البطولة ونظامها وتعد هذه البطولة فرصة مثالية للألماني أولي هير المدير الفني لمنتخب العراق النسوي لاختيار أبرز اللاعبات للقائمة تحضيرا للمشاركة ببطولة غرب آسيا المقرر قامتها في سعودية الفين وربعة وعشرين هذا وثحت ظنوق الشعب للألعاب الرياضية يوم غد الجمعة مباراة كأس المثابرة والتي تجمع بطل النسخة الماضية فريق النفط بمواجهات فريق زاخو هذا وأعلنت إدارة ناتي النفط أن فريق السلة بات جاهزا للدخول في غمار مباراة كأس المثابرة وكذلك منافسات الدور الممتاز التي ستنطلق يوم السبت المقبل بمشاركة 11 فريقا ومن جهة أخرى أنهى فريق زاخو استعدادي لمواجهات النفط لمباراة يوم غد أنهى فريق النفط لكرة السلة استعدادي لمواجهات فريق زاخو ضمن مباراة كأس المثابرة التي ستقام على قاعدة الشعب الدولي يوم الجمعة المقبل نتابع أقل من شهرين هي الفترة التي استعد فيها نادي غاز الشمال لانطلاق منافسات الدوري الممتاز بقرة السلة والكادر التدريبي اعتبرها مدة لا بأس بها فترة استعداداتنا كانت نوعا ما زينة 28 بدينا وتقريبا شهر أقل من شهر أربعة أيام عدينا العدل لهذا الدوري إن شاء الله وراح تكون عندنا ثلاث مباريات بكاركو خلال تقريبا 15 يوم أقدر أعتبرها معسكر إلى الدفاع الجوي النفط الكهرباء نعد الفريق بها طولة الدوري الخمسة شهر وإن شاء الله نقدم مستوى يليق بالسلة الكاركوكية وباسم نادي غاز الشمال هذا الموسم اللعب اللبناني يعتبر إضافة للفريق وربما يمكن اعتباره نقطة إيجابية يمكن أن تخدم النادي وعامل الأرض والجمهور أيضا أحد أسباب قوات الفريق وركيزة أساسية لدعم النادي هالسنة الاختلاف الدوري شغلة المحترفين باعتباره إحنا ما عدنا لعب منتخب وطني نقدر نضيف محترف آخر اللبناني الحمد لله اليوم وصل الفريق ذا يتمرن والأمريكيين إن شاء الله غدا يوصلون ودائما الجماهير هنانا السنة التي راحت قبلها استمتعت الجماهير بحقيقة ودائما يأذرون الفريق وإن شاء الله همسنا نفس الشي وغاز الشمال طبعا رقم صعب صار سنتين فريق بالدوري يخوف اللاعبون أكدوا على الانسجام الكبير ما بينهم وتأكيداتهم بتحقيق نتائج طيبة وأيضا وعودهم بأن يكون نادي غاز الشمال اسما صعبا في البطولة عدادنا ليس جيد مثل العام تقريبا قبل شهرين هالمرة تقريبا قبل ثلاثة سابع بدينا يعني ننتظر أنه الدوري يتأجل فأقل شي فأد أسبوعين بس ما على أساس دوري يوم عشرين صار يوم ستعاش فإن شاء الله نقدم علينا ويتمرنا نستعدينا تقريبا المحترفين نفسهم مالة العام نفس المحترفين جبناهم نعرف لعبهم يعرفوا لعبنا التشكيلة تقريبا لاعب لاعبين جوي جدد هم لاعبين قبل ويانة يعني إن شاء الله الفريق نحو الأفضل إن شاء الله للعلاقية الرياضية حسام كريم كاركوك بعد غياب لأكثر من ست سنوات عاد فريق السماوة بكرة لئة المنافسة في الدوري الممتاز إذ أكمل استعداده لملاقات الكارك في انطلاق منافسات الدوري يوم الجمعة المقبل تفاصيل أكثر في سياق التقرير بعد انقطاع دام لأكثر من ستة عوام فريق السماوة بكرة اليد يعود من جديد للمشاركة في الدوري العام والذي سيقام في بغداد حيث أكمل وحداته التدريبية الأخيرة استعدادا لمواجهة فريق الكارك فإن شاء الله إحنا مجموعتنا تحتوي نادي الكارخ اللي راح نلعب وياه يوم الجمعة إن شاء الله يوم 15 وبعدها نادي الحشد وبعدها نادي نسليمانية وبعدها نادي واسط وبعدها اللعبة الأخيرة وينادي ديقار وإحنا عدينا فريق خاصة نحن تلنا تاركين لمدة سس سنوات مستعدين استعدادات كامل بالنسبة لللاعبين اللاعبين القدامة نرد أرديناهم ولاعبين جدد من التربية وجبناهم ومستوى اللاعبين إن شاء الله يبشر بخير الكادر التدريبي بقيادة المدرب الدولي عاطف جبار ومساعديه الكابتن محمد راجي والكابتن عماد كريم عازمون على تقديم نتاج توليق برياضة المثنى حيث تحتضن القاع المغلقة في المحافظة تدريبات الفريق اليومية والذي عزز صفوفه بلاعبين جدد فريقنا بدأ من واحدة ثمانية بواقع وعثين تدريبية صباح يوم مسائية استطاع من خلال الكادر التدريبي أن الشخص نغاط الضعف ويسعى لمعالجتها وإن شاء الله هنحازمين أن نتأهل لدور النخبة بكرة اليد إحداداتنا إن شاء الله جاهزة من الناحية البدنية والمهارية إحدادات كانت خلال شهر كامل عدينا الفريق تعرف حتى النادي السماوة صار تقربا سبع سنوات سنوات لا يشارك بالدور وإن شاء الله الله يوفقنا ونتأهل لدور النخبة إن شاء الله فريق السماوة بكرة اليد خلال السنوات الماضية مثل لعبيه أندية ومنتخبات وطنية وضع لهم بصمة بين اللاعبين العراقيين لقناة العراقية الرياضية فارسي وهامي المتنى وقبل الختام تذكير بعناوين النشرة رئيس الوزراء يبارك الإنجاز العالمي للربع قاسم حسن بعد تتوجيه بالميدالية الذهبية لتطوير المنظومة الكروية بجميع مفاصلها درجال عقد اجتماعين مهمين مع المسؤولين في الليجة غدا قاعة الشعب للعب الرياضية تحطينه ومباراة كأس المتابرة لكرة السلة بين النفط وزاخو ختم النشرة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة